لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إلى أن الشك بأن الشعب الجزائري وأن الجزائريين عندما ثاروا ضد نظام بوتفليقة لم يثوروا ضد شخص بوتفليقة هما ثاروا ضد منظومة كاملة أفسدت في البلاد وأفسدت في العباد ومارست في الجزائر ما لم يمارسه ألد خصوم الجزائر وألد أهدايا وكنا في ذلك الحين دائما نتحدث ونكرر ونعيد بأن بوتفليقة ينتقم من الجزائر ولكن كان الموالون لبوتفليقة يخونوننا ويصفون بشدة النهود عندما خرج الجزائريون إلى الشارع خرجوا ضد العهد الخامسة ولكنهم أيضا طالبوا بضرورة محاسبة نظام بوتفليقة وإسقاطه والقطيع معه ما معنى القطيع؟ القطيع مع نظام معناه أن المؤسسات التي بناها يجب أن تحل المنظومات الاجتماعية والقانونية والسياسية الموجودة والتي باركته يجب أيضا أن تحل وتحاسب وكل من كانوا شهود على فساده وصمتوا وباركوه وكانوا في مناصب ويرون كل ذلك الفساد وسكتوا يجب أن يحاسبوا يجب أن يكون في النظام الجديد رجال جدد لم ليست لهم علاقة بذلك النظام بنظام بوتفليقة طبعا هذا الكلام نستثني منه المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية فيها ترتبات الرطب وكذا 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 هذا شأن آخر أنا أتكلم عن نظام الحكم القائم من رئاس الجمهورية والحكومة والوزراء والمدراء وما إلى ذلك لكن كما نعلم أن الرئيس تبون عندما ترشح كان يعيد الجزائريين بقطيع يعيد الجزائريين بجمهورية جديدة كلمة جمهورية جديدة معناها مش تغير الكستين معناها جمهورية جديدة معناها مرحلة جديدة بقوانينها ومؤسساتها ورجالها ويجب أن تكون قطيعة كاملة مع النظام بوتفليقة نسلم جدلا أن عبد المجيد تبون هو من نظام سابق تربى في أحضان نظام وعاش فطرة بوتفليقة كلها وهو تولى المناصب ووصل حتى إلى مرتبة وزير أول شاء الله أنه ترشح وفاز بالانتخابات الرئاسية بسبب غياب نخب ناضجة في الحراك لأنه كانت لدينا نخب ناضجة في الحراك ما كان عبد المجيد تبون رئيس الجمهور فقاطعوا وعندما تقاطع تسمح للطرف الآخر أن يفرض ما يريد وأنت لم تدرك تماما أن المنظومات الدولية والمنظومات الإقليمية التي هي أساسية في اختيار نظام الحكم لا يمكن أن تعترف بك عندما تقاطع عندما تكون انتخابات يجب أن تذهب وإذا فيها ثبت فيها التصوير يجب أن تكشفه وأنت مشارك أما أن تقاطع وبعد ذلك ترفض شرعية هذا الرئيس حتى لو تخبع له نسبة قليلة فأنت واهم وتتوهم ولا تدرك أن هذا لا يمكن أن يسير في العالم من المفروض هذا هو الصواب من المفروض عندما يقاطع شعب انتخابات المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الرئيس ولكن يجب الأمر أيضا أن يكون ذمن معايير المجتمع الدولي ليس رح يجالس في الفيسبوك وجالس يتابع لي في اللايف فلان وعلان حتى يقول لك بأنه لا أعترف بهذا الرئيس المجتمع الدولي يعترف بمصالحه وندرك تماما ماذا حدث في سوريا بشر الأسد قتل وعذب وهجر ونفى وأخفى ومزق ودمر ملايين البشر من السوريين ومدنهم وقراهم وبيوتهم ورغم ذلك ما زال لديه ممثل في الأمم المتحدة وما زال عنده سفراء ولم تسحب بل أنه نظم انتخابات رئاسية في مناطق محدودة من مناطق الموالية ورغم ذلك ما زال يقال له رئيس الجمهوري السوري لذلك يجب أن يؤخذ هذا العامل بعين الاعتبار عندما كنا نقول لهم ذلك لم يأخذوا بعين الاعتبار قال لك نحن الشعب الذي نحكم وشعب الذي نحكم يا أخي نعم هذا هو المنطق ولكن حتى لو يذبحكم لو تذبحون إذا كانت تخيل بأنك عندما تسجن وتتباك في وسائل الإعلام أو عندما تقتل وتتباك في وسائل الإعلام وهذا مجرم أن هذا سيجبر المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لصالحك فأنت واهم لا تفهم شيئا في السياسة الدولية ولا تفهم شيئا في مصالح والمصالح المضادة للقوى الكبرى والدول لا تفهم شيئا في المهم لا نخوض في هذا الموضوع كثير إذن أتيحت الفرصة وفتح المجال وفي ذلك الوقت كان الجيد صالح رحمه الله يقول لهم ترشحوا وكانت معلومات تأتيني من بعض الدوائر المقربة منه قال لهم لو يرشح الحرك الشعبي مرشح ويفوز سيحكم الجزائر وتعاهد لهم وأقصى بهذا العمر ولكن الحركيين الذين تصدروا نصبوا أنفسهم في واجهة الأحداث وبينهم اللي بدان معارضة في 22 فيفري 2019 نصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الحراك وعملوا فيه ما عملوا وأبعدوه على صناعة القرار كان الحراك هو عبارة عن برلمان فالشارة لو أنه وجد لهم وجد نخب حقيقية تقوده بحكمة وحنكة وليس بعواطفين جوفاء ما كان الأمر إن وصلنا إلى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله